يعني اليوم مجلس النواب مطالب بالمصادقة على هذه المبالغة أولها في قرار 70 بمبلغ 990 مليار لوزارة الإعمار وإسكانكي قرض لبناء 33 ألف وحدة سكنية هذا القرار طبعا صادر في شهر الثالث قبل الصير التظاهرات وكان من ضمنها توزيع في المحافظات وفي بغداد فرز قطع أراضي وتوزيحها على المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية طيب قرار 340 هذا تخصيص يحتاج إلى 875 75 مليار دينار من أجل شمول 150 ألف شخص عاطل عن العمل خريجين توزيع لهم منح لمدة 13 بمبلغ 175 ألف دينار للشخص الواحد قرار 363 التخصيص يحتاج إلى 60 مليار هذا خاص بأمانة بغداد بإنشاء أكشاك وتوزيحها على العاطلين عن العمل بشرط أن يشغل 3 من العاطلين هذا يوفر 450 فرصة هذه موجودة من قرارة مجلس الوزراء أدحكي لك أنا أحزم أصلاحية